أما بعده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد مرامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة ضيفنا في هذا اللقاء بمشأة الله تعالى فأذنم سيطيب المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بفرحان العنزي أهلا وسهلا بك فضي الشيخ أحياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات استمعين في كل مكان لا زال حديث شهر جزال آخرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أحاديث يمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688 الرسالة النصية للقصيرة 6688 المشاركات عبر تويتر شارجر اديو أحسن تسمى الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيد أما بعد فالحديث الذي سأقف معه في هذا اليوم هو حديث الحسن بن علي رضي الله عنه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة رواه الترمذي وقال حديث صحيح هذا الحديث حديث عظيم تحته مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام منها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال دع يعني أترك ما يريبك يعني ما تشك فيه ولا تطمئن إليه ولا ترتاح له إلى ما لا يريبك يعني إلى الشيء الذي لا شك فيه ولا ريبة ولا شيء مما يطرع على الإنسان بحيث أنه لا يطمئن له والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يشير إلى أنه أوتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام فيقول العبارة القليلة الألفاظ لكن تحتها معاني كبيرة وعظيمة ولذلك هذا الحديث يمثل قاعدة عظيمة من قواعد الشرع وهي ترك المشتبه به والمشكوك فيه والمضنون إلى المتيقن غلاء المتيقن ولذلك نجد مثلا أهل العلمي يذكرون مسائل كثيرة في أبواب الفقح حول هذه المسألة يعني مثلا ما يتعلق بالأمور التي تطرع على الإنسان من حيث الشك ومن حيث الريبة ولأجل هذا ينبغي لكل مسلم أن يجعل هذا الحديث نصب عينيه خاصة إذا كانت المسألة في أبواب المعاملات وأبواب الأموال فإذا اشتبهت معاملة معينة يتجاذبها أمران حلال وحرام فإن الإنسان يتركها لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال دع ما يريبك غلى ما لا يريبك ولأجل هذا نجد بأن العلماء رحمهم الله تعالى يستدلون بهذا الحديث على مجموعة من المسائل في أبواب الفقح في أبواب يعني أيضا حتى التعاملات الطبيعية بين الناس أسأل الله تعالى لولي الجميع التوفيق والسداد كما أسأله جل وعلا علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعا مستجابا وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم مستمعين الأكارم بعد هذا الفاصل نتوقع مستمعين مجددا في برنامجكم شريعة النور فضل الشيخ السؤال تبقى من لقاء الأمس ومحمد يقول ولد ترك أبو يقول بسبب خلاف عائلي سنة كاملة لا يتواصل معه قاطع والده فيقول فضل الشيخ مثل هذا الولد هل تقبل طاعته؟ الحمد لله لا شك بأن ترك الولد لأبيه بمثل هذه الصورة الفجة الخطيرة لا لسبب أو كان هناك سبب لكن لا يدعو إلى مثل هذه القطيعة أن واقع في كبيرة من كبار الذنوب وفي عظيمة من عظائم الأثام وفي خطيئة تعد من أكبر الخطايا فالله جل وعلا أمر ببر الوالدين وأمر بالإحسان إليهما ونهى عن معصيتهما إلا فيما يتعلق بأمرهما بمعصية الله ولذلك قال الله جل وعلا وقبى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا قال جل وعلا وعبدوا الله ولا تشركوا بي شيئا وبالوالدين إحسانا قال جل وعلا ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا قال جل وعلا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا بل قال جل وعلا وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا ولذلك قطيعة الولد لأبيه هذه الفترة لا شك بأنه واقع في إثم وفي ذنب عظيم وأما مسألة العبادة فليس لها تعلق بهذه المسألة بمعنى ليس من شروط قبول الصلاة عدم العقوق مثلا ليس من شروط قبول الصيام أو الزكاة أو الحج عدم العقوق هذه الذنوب لوحدها فالإنسان يأثم على مثل هذه الطريقة أو مثل هذا الأسلوب ويجب عليه أن يتوب إلى الله وأن يعود إلى والده وأن يطلب منه العفو والصفح ولا يجوز له أن يتعامل مع والده كأنه يتعامل مع رجل أجنبي حتى لو أخطأ الوالد في حقه لا يسوق له أن يهجر والده أو أن يفارق والده أو أن يعق والده نسأل الله تعالى أن يهدي الجميع ذاك الله خير هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول بعض الرقاة قسم وفصلوا في آيات القرآن إلى آيات لحرق الجن وآيات لاستحضار الجن وآيات لتعذيب الجن وغير ذلك من هذه التقسيمات يقول قياسا على سور المعوذات وآية الكرسي هل هذا يقول صحيح؟ الحمد لله أولا بالنسبة للقرآن أنزله الله عز وجل شفاء قال جل وعلا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وقال جل وعلا قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء وبالنسبة لسور القرآن لا شك بأن منها ما هو رقيا كما هي سورة الفاتحة فكما في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له بعدما رقى اللذيغ فبرئك وقام كأنما نشط من عقال قال وما يدرك أنها رقيا فدل على أن سورة الفاتحة رقيا وقيام الرقاة بتقسيم السور القرآنية والآيات إلى كذا وكذا أنا لا أعرف له أصل أنا لا أعرف له أصل ولا ينبغي حقيقة الخوض في مثل هذه الأشياء ومثل هذه التقسيمات وإن من راقي يقرأ على المريض مثلا سواء كان معيونا أو محسودا أو ممسوسا أو ملدوغا مثلا أو أي شيء من هذه الأمور بالآيات القرآنية مثل سورة الفاتحة وآيات الكرسي والقواقل أو بعض الآيات القرآنية التي مثلا لها تعلق بإبطال السحر مثلا مثل قول الله عز وجل قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصله عن المفسدين مثل قول الله عز وجل ولا يفلح الساحر حيث آتوا هكذا ويبتعدون عن مثل هذه التقسيمات التي قد توقعهم في حرج خاصة وأن مسائل القراءة أو مسائل الجن مسائل الجن تحديدا من أمور الغيب ولا شك بأن الجن يتأثر بقراءة القرآن فما في داعي إلى مثل هذه التقسيمات سأكد الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688 الرسالة النصية القصيرة 6688 المشاركات عبر تويتر شارج راديو أيضا فضل الشيخ يقول حكم من أتاد أن يقضي صلاة الوتر الحمد لله يعني إذا كان قضاء الوتر له عادة فهذا يدل على أنه متساهل ومفرط وما ينبغي له هذا يدل على أنه يهمل دائما صلاة الليل ويهمل دائما صلاة الوتر فما ينبغي له ذلك الوتر يقضى حينما يغلب الإنسان يغلبه نوم مثلا أو شيء ويفوت يقضي من النهار في وقت الضحى إلى أذان الظهر أما إذا كان يوميا يقضي لا هذا ما ليس قضاء هذا يسهل لصلاة الضحى فينتبه لنفسه بارك الله في الجميع ذلك الأخير فضل الشيخ أيضا يسأل عبر رسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول فضل الشيخ حكما ينتهي من ختم القرآن في رمضان هل يبدأ بختمة بعد رمضان ويقول ما مدت هذه الختمة متى ينتهي منها الحمد لله أولا قراءة القرآن ليست في رمضان فقط وختم القرآن ليست في رمضان وإنما يزداد المسلم في رمضان قراءة للقرآن يزداد المسلم في رمضان قراءة للقرآن لأن هذا الشهر هو شهر القرآن ولا ينبغي له أن يهجر القرآن بقية العام ولذلك يقرأ القرآن باستمرار ويختم على الدوام ويقرأ القرآن ويختم في كل أربعين مثلا يوم أو في كل ثلاثين أو في كل عشرين وإذا استطاع أن يختم في كل سبعة أيام فهذا حسن ولذلك القرآن لا يهجر وينبغي للإنسان أن يكون له ورد يومي ومن جملة الورد أن يقرأ القرآن يقرأ جزء يوميا أو نصف جزء مثلا أو ما تيسر له صلى الله عليه وسلم ينفع بالجميع سأكل أخير أحسن الله إليكم ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6-00-55-16-88 الرسالة النصية القصيرة 6-6-88 المشاركات عبر توتر شاجر يسأل الفضل الشيخ يقول إن أنزلناه في ليلة مباركة يقول هل هي ليلة النصف من شعبان؟ الحمد لله يعني أرجح الأقوال في هذه الآية في مقصود الليلة هي ليلة القدر ليلة القدر إن أنزلناه في ليلة مباركة هذه ليلة القدر لأن الله جل وعلا قال في سورة القدر قال إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدرك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر فهذه الليلة المباركة المباركة المقصود بها ليلة القدر فسرتها سورة القدر نعم نعم سياك الله خير شيخ مانا هذه المكالمة بوعمر تفضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله بوعمر تزاكم ما خير وياك الله يبارك فيك شيخ بالنسبة لصيام ستة من شوال هل يجوز تقديم صيام ستة من شوال على صيام القضاء للنساء اللي عندهم مثلا سبعة أيام أو ثمانية أيام أو للمريض بنية القضاء في الشتاء إن شاء الله وهل يجوز صيام بجمع النيتين يعني نية القضاء ونية صيام ستة من شوال إن شاء الله وسؤال كمان لو سمحت إذا كان شخص صائم صيام كفارة ستين يوم واجاء العيد ضمن الكفارة هل يصوم يفطر إن شاء الله وابني يسأل ما هو سيل العرم ما هو سيل العرم سيل العرم نعم إن شاء الله سأكل الله خير بعمر الله يحفظك دعس مار جانفظ الشيخ نعم أخالد فضل السلام عليكم ونحضر بك ونحضر بك ونحضر بك ونحضر بك ورحمة الله وبركاته وحياك الله خالد الله يفضل بخصوص صيام ستة شوال إذا واحد مثلا يسم ثنين وخميس يعني هل يؤجر مثلا ثنين وخميس وستة شوال مثلا ما يقدر ما تقابع لا في الآخر ولا في الأول يبي يسم كل ثنين وخميس ليه ما يكمل ستة شوال والسؤال الثاني بارك الله فيك فضل نعم فضل فضل السؤال الثاني عني أخي الأخوة اللي فضل متعلق في قصورة قل والله أحد الخلاص فهو عنده بغبغاء ما شاء الله معلمنا فدائما البغبغاء يرد تقول هو الله أحد ما يكمل بس قل والله أحد هل هذا الشخص يؤجر على هذا الطائر اللي علمه سورة الإخلاص حتى وإن كان يقول قل والله أحد بدون التكملة وإذا كلا حياك الله حياك الله خالد الله يبارك فيك نعم ومحمد فضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تفضل محمد أنا شيء إسحاق بي الله يبارك فيك تفضل شيخ عزيز دكتور ياك الله يا مرحبا أهلا وسهلا الله أعزك إن شاء الله وأمرك ياك أهلا وسهلا من الفائزين إن شاء الله يا رب وإياكم الله يبارك فيك أعيدكم بارك الله يتقبلين إن شاء الله السؤال لتذكير يا شيخ لستة شوال الحمد لله بديت من الثانين أحيني صادف يوم الجمعة أقدر كملها يعني يوم الجمعة يكمل ستة أيام سؤال أول سؤال الثاني مثل عندي مبلغ عندي شخص ويقول أنا أشتغل فيهم تجارة يزير البحر يعني يزير البحر وصيد السمك هذا وهل يجوز هذه المبلغ يعني أنا حاطنا يشتغل فيها إذا الشي يعني النتيجة ناتج زعك الله خرم واضح واضح محمد هيا كلا تس معرض فلس الشيخ نحن نجي فلس الشيخ سؤال بعمر بالنسبة لصيام الست من شوال هل يجوز للمرأة التي عليها قضاء من رمضان أن تقدم صيام الست من شوال ثم تقضي بعد ذلك الحمد لله هذه طبعا من المسائل الخلافية من أهل العلم من ذهب إلى جواز ذلك قالوا لأن شوال لا يتدارك بحيث أن المرأة لو قضت فاتها صيام ستة من شوال والقول الثاني بأن القضاء يقدم على صيام ستة من شوال وهذا هو القول الراجح أن القضاء يقدم على صيام ستة من شوال لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال كان كمن صام الدهر بمعنى أن الأجر المترتب على هذا الثواب العظيم لا يكون إلا بإكمال شهر رمضان كاملا فتصوم القضاء ثم بعد ذلك تصوم ستة من شوال خاصة أن الصيام ستة من شوال سنة وصيام القضاء واجب والواجب مقدم على السنة ذاك الله خير فرص شيخ يسأل عن حكم جمع نية القضاء مع الستة من شوال الحمد لله بالنسبة لجمع عبادتين من جنس واحد الأصل فيها الجواز مثل جمع القضاء أو صيام القضاء يوم الاثنين أو يوم الخميس أو صومة مثلا في يوم عرفة مثلا أو يوم عشورة لكن بالنسبة لستة من شوال لا لماذا؟ لأن القاعدة الشرعية أن كل عبادتين من جنس واحد إحداهما مفعول على جهة التبع فإنها لا يتداخل فإنهما لا يتداخلان ولذلك عندنا ستة من شوال تبع لرمضان لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صام رمضان وأتبعه وأتبعه ولذلك العدد هنا مطلوب ثلاثين يوم وأيضا يصوم الستة حتى تكون ستة وثلاثين يوم والحسنة بعشر أمثالها فيكون على عدد أيام السنة ساكل الله خير فرسيخ أيضا يسهل عن صيام الكفارة يقول إذا بدأ بصيام ستين يوم كفارة وجاء العيد هل يفطر في يوم العيد؟ الحمد لله بالنسبة لمن كان يصوم الكفارة ثم دخل عليه يوم يحرم صيامه فإنه يجب عليه أن يفطر يجب عليه أن يفطر فلو بدأ مثلا إنسان بالصيام بعد رمضان في شوال مثلا ثم دخل عليه عيد مثلا صام مثلا نقول في ذا القعدة ثم دخل عليه عيد الأضحى فإنه يجب عليه أن يفطر عيد الأضحى والأيام الثلاثة التي بعد عيد الأضحى وهي أيام التشريق ثم بعد ذلك يكمل لأنه لا يجوز صوم هذه الأيام لا صوم فرض ولا صوم نذر ولا صوم نفل تساك الله خير فضل الشيخ أيضا يقول ما هو السيل العرم الحمد لله السيل العرم هذا ورد في قصة سبأ فأرسلنا عليهم سيل العرم العرم طبعا السيل معروفة هو الماء المتدفق الذي يكون إما سببه مطر منهمر من السماء أو ينابيع من الأرض والعرم قيل اسم للمكان العرم قيل اسم لي المكان وقيل العرم مأخوذ من العرامة وهو الشدة الشدة يعني شدة الدهع وذكر العلماء أوجه لكن الذي يستفاد منه من هذه الآية أن الله تعالى أرسل عليهم سيلا شديدا فأهلك زروعهم وأفسد ثمارهم وأبدلهم بجنتين ذواتي أكر خمط وأثل وشيء من سدر قليل قال تعالى ذلك جزينهم بما كفروا فهذا جزاء الكفر نسأل الله العافية والسلام سأك الله خير فضل الشيخ الله خالد يسأل عن صيام الست من شوال إذا صام الست يوم الأثنين والخميس فرق الأيام بنية الاثنين والخميس وبنية الست هل له نفس الأجر الحمد لله الجواب نعم وقد ذكرت هذا قبل قليل بأنه يجوز جمع عبادتين ويتداخلان بشرط أن لا تكون إحداه مفعول على جهة التباع أو جهة القضى فيصوم الإنسان ستة من شوال ويجعل في يوم الاثنين والخميس يرجو الأجر أجر العبادتين نعم إن شاء الله هذا نص عليه أهل العلم نعم زاكر الأخير فضل الشيخ أيضا سؤال لخالد بالنسبة لل يقول شخص عنده طائر الببغة فيقول فضل الشيخ علمه أن يردد قل هو الله أحد يقول هل يؤجر على هذا الشخص على هذا الفعل من هذا الطائر الحمد لله أولا بالنسبة للببغاء غير مكلف الحيوانات هذه غير مكلف الحيوانات هذه غير مكلف ولذلك تعليمها يعني مثل هذه الأشياء لا طائلة تحته ولا فائدة من ورائه بل قد يأثم الإنسان إذا كان هذا الطائر يرفض الآيات بشكل خطأ أو يحرر في مثلا الآيات أو مثلا كذا فما فيه داعي لأن بعض الناس الآن يعني يبالغ في مثل هذه الأشياء وقد يصرف الوقت الطويل يصرف الوقت الطويل فيما يتعلق بتعليم هذه الحيوانات تعلمها كلام عادي أو تلقنها الكلام العادي بعيد عن القرآن يعني ألا صل لباحها لكن القرآن يخشى لأنه أصلا غير مكلف والإنسان إذا عمل عملا ليؤجر عليه لابد أن يعرف حكم هذا العمل حكم هذا التعليم نعم زك الله خير فرسيخ سؤال أبو محمد بالنسبة لصيام الست من شوال يقول بدأت في يوم الأثنين وسيأتي يوم الجمعة في الصيام فيقول هل يجوز أن أصوم يوم الجمعة الحمد للما دام أن صومك متصل يا أبا محمد الجواب نعم يجوز مادام أنك يعني أن الصوم متصل فيجوز ذلك يجوز يجوز أنك تصوم يوم الجمعة إذا صمت الخميس أما إذا لم تصوم الخميس لا تفرد الجمعة بالصيام لا تفرد الجمعة بالصيام إلا إذا تقول أنا أصوم الجمعة والسبت نعم فظهر لي من سؤالك بأنك صمت متواصل فلا بأس بذلك ولله الحمد ذاك الله خير أحسن الله إليكم أيضا سأل فرص شيخ بن محمد بالنسبة له يقول الشخص أخذ منه مبلغ من المال ويقول دخلت معه فيه تجارة صيد الأسماك يقول هل يجوز وهل الربح جائز الحمد لله ما دام أن المال من حلال ودخلت فيه شراكة في صيد الأسماك ما المانع هذه الحمد لله على الحل والجواز والإباحة فالله جل وعلا يقول وأحل الله البيع وحرم الربع وخارج جل وعلا وآخرون يضربون في الأرض يفتقون من فضل الله والإجماع منعقد على جواز التجارة خاصة المضاربة تعطيه مال ويشتغل فيه ويعطيك نسبة الإجماع منعقد على حل النسبة بشرط أن تكون جزء مشاع ولا تكون شيء مقطوع يعني مثلا نسبة الثلثة والربع أو ما يسمى الآن بالعشر بالمئة عشرين بالمئة خمسين بالمئة هذا جائز ولله الحمد ساك الله خير أحسن الله إليكم نذكر مستمعين الأكارم برقامة تواصل مع البرنامج من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6-0-0-5-5-1-6-8-8 الرسالة النصية القصيرة 6-6-8-8 المشاركات عبر تويتر شارج راديو معنى هذه المكالمة نعم فالشيخ نعود لرسالة نصية القصيرة يقول ما هو العمل إذا وصل الشخص لعمر ليس قليل وما زال الشيطان يغلبه وصل إلى عمر يقول ليس قليل يعني كيف أنا كبر في العمر يقول وما زال الشيطان يغلبه الحمد لله يجب عليها أن يتوب إلى الله عز وجل فالله جل وعلا شرع التوبة لمن وقع في معصية أو لمن أغواه الشيطان ولذلك قال جل وعلا فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب قال عن آدم عليه الصلاة والسلام فعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال جل وعلا وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى قل جل وعلا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوح قال جل وعلا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون ولذلك من بلغ من السن مبلغا وما زال في المعصية منغمس فيجب عليه أن ينتبه لأن الله عز وجل قال أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير قال بعض أهل العلم النذير هنا الشيب وقال بعض العلماء النذير هنا بلوغ الإنسان سن ثمانية عشر وقال بعض العلماء النذير هنا بلوغ الإنسان سن الأربعين وهكذا ولذلك كان السلف الصالح إذا بلغ الإنسان منهم الأربعين تنسك وترك التصابي وترك هذه الأمور وأقبل إلى ربه ويقول ما بقي أقل مما ذهب فلذلك يتنبه الإنسان ويحذر أن الشيطان عدو وقد يعني يغويه الشيطان فيموت على خاتمة سيئة نسأل الله العافية والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام قال إنما العمال بالخواتي ويقول عليه الصلاة والسلام يبعث المرء على ما مات عليه فهل أنت تريد أن تبعث يوم القيامة بين يدل على معصية فيتنبه الإنسان ويحذر خاصة أننا في زمن الموت يتخطف الناس منها هنا أو منها هناك وبعضهم ليس فيه شيء من الأمراض وربما جاءه الموت فجأة وقال فلان مات فيه سكتة قلبية وأيضا هذا الوباء اللي اجتاح الناس قد يعني يبتلى فيه الإنسان ولا يمهل ولا يمهل فيجب على العاقل الكيس الفطن الواعي ينتبه والأخ ما سأل إلا وفيه خير ولله الحمد هذا الأخ ما سأل إلا وعنده خير وأصل الخير موجود عنده ولذلك ما عليه إلا أن ينتفض على نفسه وعلى شيطانه ويتوب إير الله عز وجل وعليه أن يعلم بأن ما أحله الله أكثر مما حرمه الله عز وجل فالله جل وعلا يحرم شيء ويبيح أشياء ويمنع من شيء ويبيح أشياء فيتبصر بهذا وإذا كانت هناك لديه شهوات ينظر في هذه الشهوات كيف أن الله أعطاه أعطاه بدلا عنها من الحلال الذي يتمتع فيه ويؤجر عليه وهذا الحرام هي متعة لحظية تنطفئ وتذهب وتعقبها حسرة نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد وأسأله عز وجل أن يحيي قلوبنا جميع آمين أزاك الله خير أحسن الله إليكم نذكر مستمعين الأكارم بأرقامة تواصل مع البرنامج من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم ستة صفر صفر خمسة خمسة واحد ستة ثمانية ثمانية الرسالة النصية القصيرة ستة ستة ثمانية ثمانية للمشاركات عبر تويتر شارجر ديو مانخت مرفت فضلي سلام عليكم عليكم السلام رحمة الله وبركاته الله يباركي كي رب بس بدي أستفسر أنه هلأ أنا يعني عملت مشروع نعم ومن ضمن هالمشروع أنا بعت أسهم عشان يشتركوا معي ناس فيه لأنه ما قدرت أنه يعني مثلا أني كن عندي أنا المبلغ كامل اللي أعمل هالمشروع فبعت أسهم من ضمن الأسهم غايش تراها أخوي هلأ أخوي أنا شاكي أنه الفلوس اللي هو اشترى فيها السهم يمكن هو قال لي أنه اقترض من البنك مش عشان هاي يعني هو اقترض عشان محتاج فلوس وكذا ومن ضمن هاي فلوس اللي اقترضها اشترى فيها هالسهمين من عندي لكن أنا عندي شكرا ما سأل طبعا هو قال لي من بنك لكن أنا يعني في بال أنا ما سألته من أي بنك لكن يعني عندي شعور أنه هو من بنك من البنك الربوية فهل أنه مثلا هذا يأثر علي على مشروع وهل أنه هذا مع الحرام أو لا إن شاء الله واضح إن شاء الله إذا أت شاء الله خير اختبر تسمعي إن شاء الله جانب فضل شيخ نعم وعمر تفضل السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل معمر جزاكم الله خير وإياكم جواب الشيخ جزاكم الله خير على موضوع صيام ستة إن شاء الله كيف نوفق بأن ذلك ورواية أن أم المؤمنين عائشة كانت تقضي في شعبان إن شاء الله ممكن عندي كمان مسؤال تانية تفضل تفضل بالنسبة لصيام المسافر إذا كنت مسافر مثلا من العين لدبي في مسافر قصر فهل يجوز الأفطار وإذا كان يجوز هل الأفطار أفضل من الصيام في رمضان طبعا وإذا كان الأفطار جائز هل الأفطار من أول النهار ولا عند الشبع في السفرة أو عند الخروج من العمران أم مدى إن شاء الله تسألك ما لو سمحت الشيخ بيذكر أنه في زنوب عقوبتها معجلة في الدنيا من هذا البغي وعقوق الوالدين ففي شيء ثالث يمكن أن أذكره إن شاء الله إن شاء الله تسمع إن شاء الله جامفة الشيخ ممكن آخر سؤال صغير فضل عندنا قطة جارنا تجيل عندنا وابنه يعطيها طعام فصارت لما يعطيها طعام تعودت يجيل عندنا ونحن لا نحب القطة فأنا أقول له ما يطعميها بس بحفظ بتأني بالضمير فهل يعني هل يجوز أنه نحرمها من الطعام إن شاء ما تتردد لعندنا إن شاء الله جزاكم الله بس بحفظ كلا خير بعمر تسمع لجامة عمرض الشيخ نعم عمرض الشيخ نعم عمرض الشيخ تقول أنها عملت مشروع ولم يكن عندها المبلغ الكافيفة تقول لأنها طرحت أسهم فيقول عندها أخ هذا الأخ اشترى مجموعة من الأسهم وتقول أنا شك أن اقترض هذا المبلغ من بنك وشك أن هذا البنك ربوي فتقول ما حكم ذلك أن يدخل معي في شراكة الحمد لله ما دام أن المسألة مبنية على الشك وعلى الظن فلا شيء عليك ولا الحمد لكن لو علمتي قبل ذلك مثلا علمتي قبل ذلك نعم تمتنعين عن مشاركته ما دام أنه دخل معك بقرض أما وقد دخل وأنت شاك فيعني بالنسبة لك لا شيء عليك بالنسبة لك لا شيء عليك وإن كان فعلا قد دخل في قرض ربوي فالإثم عليه وليس عليك ساكل أخير شيخ أبو عمر يسأل عن فعل عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقضي في شعبان فيقول هل لم تكن تصوم الست من شوال الحمد لله نعم ثبت أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت تقضي ما عليها من رمضان في شعبان من السنة القادمة وهذا الحديث استدل به من ذهب إلى مشروعية تقديم الصيام ستة من شوال على القضاء لكن هذا حقيقة لا ينتهض للاحتجاج لسببين السبب الأول أن الحديث فيه تصريح من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالسبب في ذلك وهي قولها لمكان رسول الله صلى الله عليه ورسلم فكانت تؤخر القضاء لمكانة رسول الله فحق رسول الله عليه الصلاة والسلام أعظم من تعجيل القضاء من تعجيل القضاء فكيف بصيام السنة الأمر الثاني كان مشتهرا عند كثير من الصحابة عدم صيام ستة من شوال يعني لم يكن معروفا عندهم يعني الصيام عند كثير من الصحابة ولذلك هذا الحديث لا يصلح دليل يحتج به على تقديم ستة من شوال على القضاء والله أعلم زيك الأخير فلسيخ يقول بالنسبة للمسافر في رمضان هل يجوز له يقول من العين يسافر إلى دبي هل يجوز له الفطر ويقول هل الأفضل له الصوم أم الفطر ومتى يبدأ في الفطر هل من أول النهار أو عندما يشرع في السفر أو متى يكون الفطر الحمد لله بالنسبة للمسافر الصائم له أن يفتر لأن الله تعالى رخص له في ذلك بقوله جل وعلا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر فعدة من أيام أخر والنبي عليه الصلاة والسلام صام وأفطر في السفر ولذلك الإجماع منعقد على مشروعية الفطر في السفر لمن كان مسافرا سفرا يقصر فيه مسافرا سفرا يقصر فيه أما مسألة الأفضلية فمن أهل العلم ذهب إلى أن الفطر أفضل من الصيام في السفر ومن أهل العلم ذهب إلى أن الصيام أفضل من الفطر في السفر ومن أهل العلم قال هذا راجع إلى حالة الصائم فإذا كان يحتمل الصيام وكذا فالصوم في حقي أفضل وإن كان لا يحتمل أو يشق عليه وكذا فالفطر في حقه أفضل وبالنسبة للمسافة التي ذكرها الأخ السائل لا شك بأن مسافة سفر ولذلك له أن يترخص وإذا رأى بأنه يعني مرتاح ولا يريد أن يفطر له ذلك الحمد لله ساك الله خير فضل الشيخ يقول ما هي الذنوب التي تكون عقوبتها معجلة في الدنيا الحمد لله أولا بالنسبة للذنوب التي يعجل الله عز وجل العقوبة فيها في الدنيا على نوعين عقوبات على جميع الذنوب وعقوبات خاصة ببعض الذنوب أما العقوبة على الذنوب الأخرى فهذه يعني راجعة إلى مشيئة الله عز وجل إن شاء عذب وإن شاء أخرى ويعني الذنوب هذه كلها لأن الله جل وعلا قال فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليه والعذاب هذا ليس بالضرورة أن يكون نار محرقة أو خسف أو مسخ قد تكون العقوبات تكاليف مثلا شاقة وشديدة مثل ما حصل في مثل هذه الآية وكذلك عقوبات قد تكون بسلب الإيمان والعياذ بالله عقوبات قد تكون بفقر مثلا أو شيء من هذا القبيل وهذه عامة ولذلك الذنوب هذا يخاف منها الإنسان يخاف منها الإنسان فما يدري هل تعجل عليه العقوبة أم تؤخر أم يمهله الله عز وجل أما العقوبات التي هي من سنن الله الكونية القدرية الله تعالى يعجل العقوبة فيها فهي ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم البغي البغي الذي هو الظلم وقطيعة الرحم والبغي قد يفسره بعض العلماء بأن أشد أنواع الظلم ظلم وفيه اعتداء أيضا لأن أحيانا قد يكون الظلم معنوي لكن البغي أن يكون فيه اعتداء والمقصود بأن الذي في الحديث البغي وقطيعة الرحم ذاك الأخير فالشيخ أيضا يقول عند جارنا قطة تأتي نطعمها كان فالشيخ يقول اعتادة تأتي حتى تحصل على الطعام فيقول إذا حرمناها من الطعام حتى لا تأتيها لعلينا شيء الحمد لله لا ليس عليكم شيء خاصة إذا كانت مؤذية مثلا أو لا ترغبون في أن تدخل بيتكم لا حرج عليكم لأن القطة من الطوافين وأهم شيء لا تحبسوها يعني لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر امرأة رعاها في النار قال بسبب هر حبستها لا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض فإذا لم تقيدوا حركتها فما عليكم شيء لستم ملزمين بإطعامها سأك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم أن ننتقل إلى الرسالة النصية القصيرة ومجموعة من الأسئلة يقول فالشيخ هل إذا تصدق بورقة نقدية خمسة دراهم بنية عن هذه اللي صدق عن خمسة من أفراد الأسرة هل يجوز هذا الفعل؟ الحمد لله الذي يظهر بأن هذا جائز وإن كان بعض العلماء يمنع الصدق عن الأحياء يقول ما يتصدق حي عن حي لأن الحي مكلف وقادر لكن القول الثاني قالوا يجوز والذي يظهر بأن إنسان لو تصدق بدرهم واحد عن نفسه وعن أسرته فإن صدق مقبولة كيف خمس دراهم أو أكثر؟ نعم سأك الله خير فالشيخ أيضا هذا السؤال أجبتم فالشيخ عنه حكم تقديم صيام ستم الشوال على القضاء بنية القضاء في الشتاء لعل السائل استمع إلى الجواب إن شاء الله أيضا يقول ما معنى الآية خلق الإنسان من عجل نعم بالنسبة للآية تشير إلى أن الإنسان خلق وفي طبعه العجل في طبعه العجل وذكر العلماء مجموعة من الآثار عن عجلة آدم عليه الصلاة والسلام ولذلك بعض العلماء يذهب إلى أن الإنسان المقصود به هنا آدم المقصود به آدم لأنه استعجل آدم في بعض الأمور أول خلقه ولذلك قال تعالى خلق الإنسان من عجل وبعض العلماء قالوا بأن هذه الآية تشير إلى أن يعني في الإنسان الإنسان ركب على العجلة ركب على العجلة ولذلك يستعجل الأمور حتى أن بعض المشركين كما سجل ذلك القرآن قالوا ويستعجلونك بالعذاب استعجلون بالعذاب كان يستعجلون الأنبياء بالعذاب نسأل الله العافية والسلام ذلك الله خير رفض الشيخ أيضا نفس السائل يقول بالنسبة للاي أن هؤلاء يحبون العاجلة هل يختلف المعنى؟ لا هو الكلام على العجلة فيه تفصيل الكلام على العجلة فيه تفصيل فيما يتعلق بالأمور المشروعة والأمور التي دعت إليها الشريعة ينبغي للإنسان أن لا يتأخر عن ذلك وأن يستعجل فيه مثلا الحصول عليه مثلا الحج النبي صلى الله عليه وسلم قال تعجلوا الحج يعني لا يؤخر الإنسان الحج فهذه عجلة محمودة عجلة محمودة المسابقة إلى الصف الأول المبادرة والاستعجال في ذلك هذه عجلة محمودة ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا إلا استهموا العجلة في بر الوالدين إذا طلب شيء لا يتأخر في ذلك هذه سمع عجلة محمودة وأمثلتها كثيرة حقيقة مثلا الزواج إذا الإنسان مثلا تهيئت له الظروف وأصبح عنده إمكانات لماذا يؤخر الزواج؟ يعني مدام عنده القدرة المالية القدرة البدنية توفرت عنده جميع أسباب فتح بيت مذلا لا يتأخر لأن النبي عليه الصلاة والسلام وحث على الزواج قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباعة فليتزول يعني يتعجل الزواج أما العجلة الأخرى المذمومة فهي في الأشياء التي على خلاف ما دعت إليها الشريعة ما دعت إليه الشريعة ولذلك العجلة المذمومة منتزع منها منتزع منها تؤدة منتزع منها منتزع منها كثير من الصفات حتى قضية الحياة وقضية الحلم مثلا الحلم والأنات والتؤدة فلذلك تجد الإنسان في العجلة المذمومة طائش تجد الإنسان في العجلة المذمومة بعيد عن الاستخارة بعيد عن الاستشارة بعيد عن التبصر بعواقب الأمور أحيانا ربما يدخل في مغامرات قد تجني عليه وتجني على الآخرين ساك الأخير فلس الشيخ أبو مريم يريد منك فلس الشيخ أن تدعو له أسأل الله تعالى أن يحفظ الأخ أبو مريم وأن يبارك فيه وأسأل الله أن يمنع عليه بالعافية أو بالصحة وأن يسر له الأمور وأن يصرح نيته وذريته وأن يبارك في عمره وعمله وأسأل الله تعالى لجميع المسلمين التوفيق والسداد والمباركة في العمر والعمل والذرية والنية إنه خير ومسؤوله ساك الأخير فلس الشيخ يقول متى يفطر المسافر هل يفطر من أول النهار عند مغادرة البنيان أو يفطر بعد ذلك الحمد لله عموما عندنا قاعدة مهمة أن المسافر لا يترخص برخص السفر إلا بعد أن يصدق عليه أنه قد سافر والعلماء يضبطون هذا بمغادرة عامر بنيان البلد فإذا غادر عامر بنيان البلد الآن بدأ يترخص بقصر الرباعية وبالجمع بين الصلاتين وبالفطر وكذلك بالمس على الجوربين أو الخفين مدة ثلاث أيام بلياليهن زاك الأخير فلس الشيخ يقول هل يجوز أن يضع الشاهد على القبر ويكتب عليه اسم الميت وتاريخ الوفاة الحمد لله أما وضع الشاهد فهذا مشروع ولله الحمد لأن النبي عليه الصلاة والسلام وضع ذلك وضع شاهدا على القبر صلى الله عليه وسلم وهو أمر مشروع أمر مشروع أما قضية الكتابة فيمح الخلاف لأنه ورد في السنن النبي عليه الصلاة والسلام لما نهى عن جملة من الأمور في القبور ذكر منها الكتابة وبعض العلماء يضعف هذه اللفظة وبعضهم يذهب إلى أن المقصود بالكتابة الكتابة التي يعني تشتمل على نوع من الجزع والتضجر مثل ما كان يعمل أهل الجاهلية ولذلك يعني الأفضل ترك هذا خروجا من الخلاف واعتماد الأرقام مثلا يعني يرقم القبر أو يضع مثلا على القبر صخرة مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حينما حمل حجارة وضعها عند قبر عبد الله بن على قبر عثمان بن مضعون الذي كان يلقب بالسلف الصالح ومثلا أو وضع صبق مثلا على نفس الحجارة حتى يعلم الإنسان بأن هذا قبر قريبه مثلا وهكذا نعم زكا الله خير فض الشيخ وأحسن الله إليكم أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 أو يريد منكم فض الشيخ توجيه نصيحة لزوجته يقول أنها تخرج بغير إذني ويقول فض الشيخ أنها في بعض الأحيان تراددني ولا تسمع الكلام الحمد لله بالنسبة لما بين الزوجين من العلاقة هذه آية من آيات الله عز وجل ولذلك الله جل وعلا يقول من آياته أن خلق لكم من أزواج من أنفسكم أزواج لتسكنوا إليها ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواج لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة وجعل بينكم مودة ورحمة وهذا الاجتماع والاقترام بين هذين يدل على أن الزواج نعم من نعم الله وأنه آية من آيات الله عز وجل ولذلك الأسرة هذه لا بد فيها من رأس والله جل وعلا كلف الرجل بالقيام على هذه الأسرة قال سبحانه الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم وأيضا أمر جل وعلا وأرشد إلى المعاشر بالمعروف قال جل وعلا وعاشرهن بالمعروف وقال جل وعلا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف النبي عليه الصلاة والسلام وصى بالنساء خيرا قال استوصوا بالنساء خيرا ووصى المرأة بزوجها خيرا لما قال المرأة أذات بعض قالت نعم قال كيف أنت منه قالت لا آلوه يعني ما أقصر قال انظري فإنه جنتك أو نارك والبيت يمثل حقيقة أشبه بمؤسسة أشبه بمكان لا بد أن يسود فيه النظام والقانون وإذا المرأة مثلا تمردت على البيت وخرجت على قانون البيت فإن هذا سيفضي إلى فوضى عارمة في البيت لذلك الله جل وعلا قال الرجال قوامون فهو القيم على البيت بشرط أن لا يتعسف في استعمال الحق الممنوح له وإنما يدير البيت يسمح لمرأته بأن تزور والديها أقاربها أن يعني يقضي لها الحاجات الضرورية والأمور الحاجية أما أن المرأة تقول ليس للرجل الحق في أنه يعني ينهاني عن الخروج هذا يشير إلى أن هذه المرأة لم تفقه في واقع الأمر الحياة الزوجية ولم تلتزم أمر الله ولا أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام ولذلك الله جل وعلا قال لأمهات المؤمنين وقرنا في بيوتكنا ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة الآيات فالمرأة التي ترادت زوجها وترفض أن تستجيب لمثلا توجيهاته وقانونه في البيت لا شك بأن هذه المرأة لا تصلح أن تكون زوجة صالحة أو أم لأولاده لأن البيت سيكون فوضى لا يصلح أن يسمى بيت يسمى فندق يسمى سوق هذا شأن السوق وشأن الفنادق واحد يدخل واحد يخرج وكذا لا البيت له قانون وله نظام المرأة لا يجوز لها أن تتمرد على أوامر الزوج ما دام أنه يأمرها بالمعروف ولا يأمرها بمعصية ولا يجوز المرأة أن تقول لزوجها كيف تنهاني أني ما أخرج لا للزوج الحق لأنه مسؤول عنك سواء مسؤول عنك أمام الله ومسؤول عنك أمام أهلك ومسؤول عنك أمام القانون ولذلك الآن يقال هذه زوجة فلان ما يقال والله بأنها والله بنت فلان خلاص أصبعت زوجة فلان أسأل الله تعالى أن يهدي الجميع وأسأل الله جل وعلا أن يحفظ الجميع وأن يبارك في نسائنا وفي رجالنا ويجب على المرأة أن تستجيب وحتى تكون الحياة مباركة يعني وأن تلتزم ما جاء في القرآن والسنة ذاك الله خير أحسن الله إليكم إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان نشكركم كذلك مستمعين الحسن تواصلكم معنا نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج اشتركوا في القناة